هذا البرنامج من إنتاج النهار نور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امور ديننا نقرأه من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نراه في حياتنا واقعا ليكون تطبيقا ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة انه سميع قريب مجيب الدعاء اعزائي مشاهدين النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الرزاق الرزاق ده اسم مين اللي هنتكلم عنه ده اول التساؤلات فانا حسأل حضراتكم مين اللي اسمه الرزاق ممكن الاسم بيطلق على مسميات كثيرة او على مسمين كثر فمن هو الرزاق لازم نعرفه علشان نعرفه علشان تبتدي حلقتنا وحوارنا يبدأ باذن الله تبارك وتعالى اللي عارف الرزاق اعزائي مشاهدين او اللي مش عارفه ممكن يشارك معنا في هذا الحوار ويشارك معنا في هذا الحديث من خلال اتصال المباشر او من خلال صفحات التواصل او من خلال الرسائل النصية تهمنا ويسعدنا دائما ان تشاركونا بارائكم عزائي مشاهدين الرزاق مين هو احنا حنجاوب بس مش حنجاوب من عقلنا ولا بلساننا ولكننا سنجيب من كتاب الله سبحانه وتعالى لما حد يسأل من النجار مثلا فحد حيجاوب حيقوله النجار محمد ولله المثل الاعلى لما احنا نقول كده اعزائي المشاهدين يبقى فيه نجارين كتير تاني غير محمد لما يبقى النجار فلان يبقى فيه كتير قوي انما لو قلنا بقى فلان النجار يبقى كده مفيش نجار غير ده ممكن بقى في الكفاءة احنا بنتكلم عن البشر ممكن في الحضور في التواجد في اي حاجة انما مش هيبقى فيه نجار غير اللي انا بتكلم عنه ده تنطبق عليه الصفات اللي انا اقصدها او اللي بيسأل السؤال ده عايزها يبقى لو قلت فلان النجار يبقى مفيش غيره لو قلت النجار فلان يبقى ممكن يبقى فيه كتير او لله المثل الاعلى لما حنسأل هذا السؤال من هو الرزاق يبقى محتاجين اجابة من اين الاجابة انها من كتاب الله جل علا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين شفوا بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الرزاق هو الله انما قال لنا ان ده توكيد الله هو توكيد تاني الرزاق ذو القوة المتين يبقى من الرزاق انه الله سبحانه وتعالى ولان الله هو الرزاق فلا رزق الا من عند الله وليس احد من البشر يملك رزقا الا اذا كان سببا للرزاق فما فيش حد بيرزق حد ولا في حد بيرزق حاجة ولا في حد بيملك رزق نفسه ليه لان الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى دي اول اجابة ودي اللي حنبني عليها حدثنا كله باذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وما فيش حد غيره خالص هذه الاية تمثل جزء من ايمان او من عقيدة المؤمن لما يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق لما يعرف دي يبقى خلاص يطمئن لانه حيعرف ربنا زي ما حنقول دلوقتي ومدام حيعرف ربنا حيصدق اللي ربنا بيقول له عليه يبقى خلاص سيطمئنه الى رزقه وحضراتكم تذكروا ان احنا كنا تكلمنا عن الرزق شوية وبقي لنا حديث ايضا عن الرزق فحيكون في اتصال بين حديثنا النهاردة وبين الحديث السابق والحديث اللي حييجي بعد كده باذن الله تبارك وتعالى عن الرزق لما تكلمنا عن الرزق شفنا ان الرزق ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكفله والرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكفله منقسم لحكتين في رزق قدري ده ربنا سبحانه وتعالى بيدهولي اي مكان دوري واي مكان عملي وانا مليش فيه اي دور ابدا ده الرزق القدري اللي بتتوقف عليه الحياة او بتتوقف عليه مشيئة الله سبحانه وتعالى او هو سبب في مشيئة الله وعنصر من عناصر قدر الله سبحانه وتعالى وفيه رزق تاني برضو من عند ربنا جل على ده الرزق السببي او رزق العمل لما انا بشتغل بيجيني الرزق ده لو ما اشتغلتش مش هيجيني الرزق ده الرزق السببي او الرزق اللي بيجي بالعمل انا بقدر اتصرف فيه زي ما انا عايز انما الرزق القدري في غالب الاحيان ليس هذا حسما ولا حتما انت مستطيعش تتصرف فيه وما تعرفش تعمل فيه حاجة لان انت مكانش ليك دور فيه ده الكلام عن الرزق احنا عرفنا منه شوي يبقى اكيد لابد ان نتحدث عن الرزاق حتى نعرفه وتطمئن قلوبنا باذن الله تبارك وتعالى الرزاق هو الله ولما انت عرفت كده اعرف بقى حاجات تانية كمان اعرف عن ربنا سبحانه وتعالى حاجات تانية متلازمة مع الرزاق ايه الحاجات التانية اللي هنعرفها تعالوا نشوف كده لابد ان تعلم ان الله الرزاق غني غني يعني ايه يعني عنده كل شيء مش الغنى بتاع البشر كمان انه يمتلك كل شيء الله سبحانه وتعالى هو صاحب خزائن السماوات والارض الله جل علاه بيده مفاتح الخزائن كلها بيده مفاتح السماوات والارض كلها يبقى ربنا غني فاذا كان الله الرزاق غني يبقى يا ايها العباد هل لكم من رازق سوى الله وان رأيتم ان هناك من يرزقكم سوى الله هل هناك غني مع الله ابدا ان الرزاق هو الله وحده والغني هو الله وحده لان كل البشر مهما ملكوا ولو كل البشر جمعوا كل ما ملكوا ما جاء ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيء يوذن ولا شيء يقدر يبقى الحاجة التانية اللي عرفناها عن ربنا واحنا بنتكلم عنه وهو الرزاق بعد ما عرفنا ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له عرفنا ان الرزاق كريم ان الرزاق غني طيب هذا الغني ممكن يمتلك كتير اوي لله المثل الاعلى لو شفنا حد من البشر غني عنده من الاموال ومن الاعراض ما لا يعد ولا يحصى ممكن انما الرجل الغني ده وانا ماشي جنب بيته وانا ماشي جنب مصنعه وانا ماشي جنب حدائقه وانا ماشي وشايف كنوزه وامواله ممكن يبقى بخيل ومش ممكن يبقى بخيل ممكن كمان يبقى بيعطي ولكن عطاءه ايه؟ بيكون قليل هل يعطيك كل ما عنده؟ لا ما يدكش كل اللي عنده ابدا هل يعطيك نصف ما عنده؟ ينظر ان يكون هذا ولكن ما تجود به نفسه يعطيك ربع عشر ما عنده وربما زاد قليلا ده لما يعمل كده لما يديك ربع عشر اللي عنده يبقى ادلك الزكاة وكمان ادها شوية من باب الصداقات يبقى كده ايه؟ بنقول عليه راجل كريم اوي خدت منه ايه؟ عشر في المية من اللي عنده يبقى هذا الغني انا اتكلم عن البشر هذا الغني ان اعطى فانه لا يعطيه الا قليلا ولا يمكن ان يغني الغني احدا ابدا انما حيعطيه يقضي له حاجة يلبي له امرا وهكذا لله المثل الاعلى ربنا سبحانه وتعالى عرفنا دلوقتي الرزاق وعرفنا انه غني نعرف بقى انه هو ايه؟ انه هو كريم طيب كرم ربنا سبحانه وتعالى ادئيه ما تقدرش تعرف كرم ربنا ادئيه انما لو رأيت للكرم حدا فرب الكرم فوق كل هذا الحد لو انت تقدر تقدر الكرم ده ان واحد يدي كل اللي عنده يبقى دا كده كريم فكل ما نعلمهم لا يمثل شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى كان حاتم الطائ احد العرب الاجودين الكرماء الكرام صاحب الكرم الراجل ده المعرب كلهم كانوا بيضربوا به مثل الكرم وبيخلوه هو مضرب المثل للكرم لان العربي الاصيل كريم هو كريم فاذا كان الراجل ده اكرم العرب يبقى الراجل ده بالنسبة للعالم كله كرمه قدر قدر كم هذا العربي الكريم كان بيضوه ولو لو اتطفت النار دي ممكن يعني يعاقب اللي واقف عليها عقاب شديد جدا ناره لم تكن لتطفق الحلل اللي كان بيعمل فيها الاكل قدور زي ما جاء في القرآن الكريم طبعا مش عليه هو انما كان بيبني القدور بتاعته علشان محدش هيقدر يشيل الحلل دي كلها ولا القدور دي كلها اللي بيطبخ فيها اللي بيطبخ فيها الاكل الراجل ده من كرمه كان بيطلع العبيد بتوعه والناس الموالي والليهم اطلعوا لو جبتولي حد عابر سبيل علشان يدخل وياكل ويشرب ويكونوا في ضيافتي اللي حيجيب واحد حيبقى حر شوفوا كرمه قد ايه بيدور على من يطعمهم وعنده عبيد كتير وعنده خدم كثير كمان حيديهم حريتهم ده كرم كبير اوي وده كان مضرب المثل في الكرم عند العرب قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم حاتم وامتدح كرمه وحمد له خصال فعاله لان الاسلام ما من خصلة خير الا وجاءت فيه وما من صفة خير الا ووردت فيه وحث عليها كل ده بنتكلم عن مين بنتكلم عن البشر وتكلمنا عن اكرم البشر اللي احنا عارفنهم او الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم طيب لله المثل الاعلى كرم ربنا بقى قد ايه مين يقدر يعرف لا يمكننا ان نتخيل حجم كرم الله سبحانه وتعالى ليه ما تقدرش تتخيل حجم الكرم ليه لان انت مش هتقدر تعد النعم اللي ربنا بيرزق بيها العباد العباد ايه انت لا تستطيع ان تعد النعمة الواحدة التي يرزقك انت وحدك الله سبحانه وتعالى بيه يبقى زي ما كنتش هتقدر تعد النعم يبقى هتقدر توصل ان انت تعرف كرم ربنا قد ايه ابدا وان تعد نعمة الله لا تحصوها لا تقدر تعد النعم اللي عندك ولا تقدر تعد نعمة وحدة من اللي عندك فهل لك انت عد كل النعم التي انعم الله بها على البشر بشر ايه ده ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل ما يدب على الارض يبقى ربنا سبحانه وتعالى كريم ادي ايه مفيش اد لاننا نتحدث عن الكريم نتحدث عن الله سبحانه وتعالى يبقى عرفناه رزاق وعرفناه جل علاه غني وعرفناه كريم يبقى مدام كده اطلب من الله سبحانه وتعالى لانه كريم سيعطيك وسيعطيك فوق ما تتصور وسيعطيك بكرم وسيعطيك من باب غنى ومن باب ساعة يبقى في حد يعرف الحدين الاتنين دول بس ويخاف او ما يطمئنش على رزقه او يخبط ببان علشان يتسول رزقه ابدا ابدا هذا ما عرف الله ما عرف الرزاق لو عرفه لعرف انه غني يبقى تروح لحد غير ازاي ولو عرفه لعرف انه كريم يبقى يجي لك نفس تروح تطلب من حد وربنا سبحانه وتعالى هو الكريم طيب هذا الغني هذا الكريم يمكن ليه مواسم بيدي فيها البشر برضو كل شوية هقول ولله المثل الاعلى تيجو في بعض المواسم نلاقي نسبة الخير زي دا قوي عند الناس زي مثلا شهر رمضان نلاقي الخير كتير اوي اوي بعد شهر رمضان ممكن منلاقيش الكلام دا وربما لا نجد كثيرا من الناس يذكرون ولا يتصدقون هولا كان خلاص طلعت الليلية دا سلوك على فكرة هيجي وقت نتكلم عليه ما ينفعش يبقى سلوكنا كده ابدا لان ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الزكاة ما قالش اطلعوا الزكاة في واحد رمضان انما قال لنا كل واحد يطلع زكاته في الوقت اللي بيحول فيه الحول معنى كده اني لازم كل يوم نجد مؤمنا يتصدق ونجد مسلما يخرج زكاته يعني ساعات ودينا شايفين وبنقدر الكلام ده بتبقى فيه مواسم للانفاق وده بنقول كويس وبنقول مش كويس ايما يكون الوضع طب ربنا سبحانه وتعالى بينفق امتى الموسم بتاع انفاقه امتى الصبح ولا بالليل ولا في رمضان ولا بعد رمضان عشان الناس في رمضان بينفقوا فهو يخف شوي سبحانه جل علاه ربنا بيرزق آناء الليل واطراف النهار مع كل تقلب ومع كل دبيب دابة ومع كل سؤل سائل ومع كل نفس يتردد في كائن حي على وجه الارض يبقى ما فيش موسم ربنا بيرزق فيه وما فيش وقت معين ربنا بيرزق فيه انما ربنا بيرزق في كل وقت وبيرزق دائما ولا ينقطع رزقه جل علاه مش هو بقى الكريم لانه غني وكمان بيرزق في كل وقت وهو جل علاه يده بالخير ملأ يبسطها وينفق منها رخاء آناء الليل واطراف النهار لان ده الرزاق الغني الكريم فيبقى حينفق في كل وقت وفي كل حين طيب ده كل شوية بنطمئن اكتر احنا المفروض مطمئنين من اول ما بدأنا ما بدأنا الكلام انما شوية شوية حتزيد الطمئنينة علشان حتزيد المعرفة لان الذي يعرف ويعلم يبقى حيرتقي في فهمه وفي سلوكه وفي تتصرفه وحيزداد عبادة وإيمانا يوما بعد يوم طيب ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عمانين نعرف شوية شوية رزاق غني كريم ينفق آناء الليل واطراف النهار آه طيب لمن هذا الرزق كل الحاجات اللي قلناها ديت ممكن السؤال ييجي برضو كده بيرزق مين ممكن يبقى غني وكريم وبيرزق على طول كل ما الناس روح له يديهم انما تيجي تقف مثلا تشوف فلان ده بيتصدق بعدين حد يروح يا اخوانا انا عايز يقول له اسمك مش مكتوب اللجنة ديت بتدي للي اسميها مكتوبة وبس وبعدين فلان ولا علان ولا الجمعية الفلانية بتدي وبتعمل خير تروح تقدم طلبك بعدين بعد شوية يقولوا ايه غير مطابق للمواصفات ولا تنطبق عليه الشروط يعني في حد حياخد وفي حد مش حياخد حد حياخد وحد مش حياخد حنقول برضو عن اللجنة ديت ولا عن الرجل اللي بيتصدق ده ولا عن المؤسسة اللي بتنفق ديه حنقول انها ايه بتنفق على طائفة معينة وتقريبا تقريبا ما فيش حد بينفق ولا جهة بتنفق الا لايه لناس مكتوبة اسماءها ولطائفة معينة فقط حتى لو كان بياخدوا طائفة مفتوحة يقولك احنا هندل الفقراء بس ده كويس جدا يعني اي واحد فقير حييجي طب والغني مش حيددول لله المثل الاعلى ربنا بيرزق مين بقى مين سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل ما يدب على الارض وكل من يدب على الارض هي دي الدابة الانسان دابة لانه يدب على الارض يسير عليها والدواب الانعام وكل كل حاجة ما نعرفه وما لا نعرفه رزق هؤلاء جميعهم على الله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش حاجة مش هتلاقي رزقها عند ربنا ما فيش حد حيخبط على باب الرزاق حيرده واللي حيقوله استنى شوية واللي حيقوله انت اسمك مش مكتوب واللي دورك لسه مجاش يبقى احنا كده عرفنا ربنا سبحانه وتعالى الرزاق وعرفنا انه غني وعرفنا انه كريم وعرفنا انه يرزق في كل وقت وعرفنا انه يرزق كل الخلق وكل الخلائق ايه ده كل شوية الامور بتزيد علشان الايمان بيسمو بصاحبه درجة بعد درجة ليعليه منزلة بعد منزلة في حد كان قاعد في بداية الحديث ربنا هو اللي بيرزق انما ما عرفش الباقي وحد تاني كان حيقول ربنا كريم انما ما عرفش الباقي ما عرف انه يرزق اناء الليل واطراف النهار وما عرف انه يرزق كل طالب وغير طالب كمان وكمان يا ترى في حاجات تانية عن الرزاق ولا كده خلاص لا في حاجات تانية عن الرزاق بس تعالوا نخرج فاصل لان الرزق كبير والعطاء وفير والرزاق خزائنه ملأ ومفاتح كل شيء بامره وخزائنه كل شيء عنده فتعالوا نخرج فاصل ثم نعاود حديثنا عن الرزاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين عدنا لنواصل حديثنا عن الرزاق او اسمحوا لي ان اقول وقفتنا مع الرزاق القوي المتين سبحانه وتعالى اعرفنا اعزائي المشاهدين الرزاق وشفنا انه غني عنده كل حاجة وانه كريم وانه كريم centuries بيعطي كثيرا والغني والكريم دا بيرزق في كل وقت وفي كل حين والغني الكريم اللي بيرزق في كل وقت وفي كل حين ما عندش دافاتر مكتوب فيها اللي حياخد النهاردة او اللي حياخد دلوقتي او دا اللي حياخد ودا اللي مش حياخد إنما كل شيء رزقه عند الله وكل شيء يرزقه الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طيب لسه في ناس لسه مش عايزة تطمن عايزة أكتر عايزة أكتر بإين هقول لك لسه في تاني كمان الرزاق الغني الكريم الذي يرزق أناء الليل وأطراف النهار ويرزقه كل شيء وكل أحد ده كمان عليم يعني إيه بقى عليم يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف كل واحد قاعد فيه وكل حاجة قاعد فيه ما فيش حاجة حتستخبى عليه ما فيش حاجة حينساها ما فيش حاجة حتستخبى يربنا سبحانه وتعالى بعلمه يصل إلى كل هذه الدواب التي كفل سبحانه وتعالى رزقها يبقى حضرتك تطمن ربنا شايفك وعارفك وسمعك لو كنت في أي حتة في أي وقت في أي حالة ربنا سبحانه وتعالى عليم شوفوا الجمال وشوفوا آيات القرآن إزاي بتلتضم دررا لؤلؤا ليس منثورا ولكنه متجمعا تجمعا ليعي أو يعي الخلق إدراك ما فيه من المحاسن ولكنهم يرونها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إيه ده كله ده؟ آه عشان تبقى متطمن تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى عارفك انت فين؟ وعارف ودائعك فين؟ ويعلم طاقتك قد إيه علشان لما حيديلك حيديلك بكرم فما يبقاش اللي عندك ناقص لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وعنده علمه كل شيء يبقى دينا بنزداد معرفة بربنا سبحانه وتعالى شوية شوية لما عرفنا ان هو عليم يبقى الطمأنينة زادت ان انت مش محتاج تروح طوف في الطبور علشان يعرفك ويشوفك ابدا مش محتاج تقدم البطاقة علشان يديلك ابدا لانه يعلمك لانه خلقك ولانه يرزقك الراجل لما جاي يوصف هذا الرزاق ويصف كيف يصل الى خلقه والى مخلوقاته يقول يا ده ربنا سبحانه وتعالى يرزق الدابة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء تلاقي ايه تلاقي رزقها ما فيش حاجة هتمنعه سبحانه وتعالى يبقى يا ايها الخلق اطمئنه ان ربنا سبحانه وتعالى بعلمه سوف يصل اليكم وسوف يرزقكم ومنتوش محتاجين تروح وتجلوا وتتدوروا وتعملوا علشان رزق ربنا سبحانه وتعالى يصلكم لان الله جل علاه هو الرزاق طيب لما ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وعرفنا كل الكلام ده لله المثل الاعلى نشوف بقى ايه مثل من الخلق واحد غني وكثير العطاء كريم وحيدي لأي حد يجيله وحيدي كتير كتير قوي انما ممكن حد يجي يمنعه ان هو يدي لفلان يقول له لا دول ما تدي لهمش ممكن يحصل الكلام ده حد يكون رايح ياخد رزقه يلاقي حد وقف قدامه قال له مش هتروح ولا هتعتب المكان ده اللي بيوزع الارزاق مش الارزاق عفوا اللي بيوزع العطايا هل ده ممكن يكون مع ربنا سبحانه وتعالى لا اتطمن تاني بعد تالت بعد رابع ربنا سبحانه وتعالى قوي ولما ربنا سبحانه وتعالى قوي يبقى لن يمنع رزقه احد من الخلق ولا من الخلائق ابدا محدش ابدا حيمنع رزق ربنا سبحانه وتعالى اطلاقا ليه لان الله جل علاه قوي ومش قوي بس القوي على فكرة ممكن يبقى قوي لوقت معين وخلاص انما ربنا جل علاه قوي متين هذه القوة لن تنتهي ولن تتأثر ولن يستطيع احد ان يثنيها ما فيش فترة يبقى شد الرحال وفترة تانية استرح وخد راحة لا ربنا سبحانه وتعالى قوته بمتانة فلا تنتهي ابدا ولا تضعف ابدا ولا تخور ابدا يبقى حد حيقدر يمنع الرزق منك لا ليه علشان ربنا سبحانه وتعالى قوي وربنا سبحانه وتعالى متين يا سلام يا سلام على ربنا سبحانه وتعالى ويا سلام على الاسماء الحسنة لما نيجي نقف ونلضمها في بعضها حبة بعد حبة لقلقة بعد اخرى ايه الفتوحات دي وايه الجمال ده وايه العطاء ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوره لنا ده احنا كل ده بنتكلم عن الرزاق ولسه ما خلصناش ويا رب الحلقة ما تخلصي قبل ما نخلص اللي احنا عايزين عايزين نقوله ربنا سبحانه وتعالى الغني الكريم الرزاق الذي يرزق كل احد ويرزق في كل وقت وهو قوي وهو متين لسه في حاجة تانية تهم مين بقى تهم الناس تهم الخلق تهم الاحساس البشري ايه الاحساس البشري ده قل لك اه في ناس يعني يتسولون ودول بالمعنى البلدي كده جبلة لا بيحسوا ولا بيشوف اديني اي حاجة ترده اللقمة وترده اللقمتان ليس هذا مسكينا وان كان سائلا فانه متسولا ده اي حاجة عايز اي حاجة وخلاص زي ما بنقول كده ذهب الحياء من وجهه لانه ما علم عن الرزاق شيء انما الناس التانيين لا تحسبهم اغنياء من التعفف ده عفت نفسه عالية جدا جدا اذا ربط بطنه من الجوع فان ذلك اهون اليه من ان يسأل احدا شيئا اعطاه او منعه ده مين هذا المؤمن ده الراجل الورع ده الراجل التقي ده الحيي ده الانسان الطبيعي انما غير كده حاجة حاجة تانية خالص طب لما يكون البني ادم كده وربنا سبحانه وتعالى خلقوا كده يبقى لله المثل الاعلى لو لقى الناس رايحين علشان ياخدوا من المكان الفلاني ولا من الشخص الفلاني ولا من الجامعية الفلانية ايام ما يكون وقفين في الطبور اكيد ناس كتير جدا مش هترضى تروح ومش هترضى تقف في الطبور مش تكبر ولكنها عزة نفس لان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتخف في الليل ويروح يخبط على الببان علشان يشوف اين المتعففين عن المسألة اين اصحاب الحاجات يروح لهم سيدنا عمر بنفسه الى باب بيوتهم ويحمل ويحمل اليهم من العطاء ما يغنيهم عن المسألة وما يغنيهم عن الذهاب وما يغنيهم عن الطلب وسيدنا عمر ده مش واحد فلتة وبس ولكن تلاميذ الحبيب واصحابه كلهم كذلك فاين من جاء بعد الاصحاب يا ليتهم يكونون كذلك بمناسبة الحكاية دية سيدنا عمر مرة راح لوحدة ست قعدة وتقريبا كانت كفيفة وخبط الباب مش قادرة تقوم مش عارفة تتحرك مين ده فراح زائق الباب وداخل انت مين وحالك ايه حكت له فراح سيدنا عمر جري علشان يجيب لها ايه علشان يجيب لها الاكل والشرب دي ايه وشوية حاجة ايام ايام ما تكن على مراحل بيت ورجع لقى عندها دقيق ولقى عندها زيت ولقى عندها اكل راح بص كده الله ايه ده مين اللي جاء ده انا ده انا يا دوب عرفتها وراح اجيب الحاجة من الذي سبقني الى هذا ففضل سيدنا عمر يتتبع الاثر اتاري كيس الدقيق يمكن كان مخروم شوية عمن ينقط فضل يتتبع اثر هذا الدقيق على ما اذكر لقىه عند بيت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه شوفوا الناس بتسارع ازاي هذه المسارعة هذه الاخلاق بتطمن الناس ان ربنا سبحانه وتعالى سيهيئ اليهم من يبلغهم ارزاقهم حتى وان منعتهم منعهم ذلك الحياء او منعتهم الحاجة ده ده او ده طيب ده مثال البشر عند ربنا سبحانه وتعالى بقى لما حيدي الناس حيديهم ازاي سيعطيهم وهو حليم ورؤوف يبقى مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى سيفضح احدا في رزقه عشان كده كل الناس بتقول يا رب محدش بيتكسف ليه محدش بيتكسف لان الله سبحانه وتعالى حليم رحيم ودود في عطائه فمش هيفضح حد من الخلق وبعدين كل الناس اطمئنت الى انهم حينما يرزقوا من الرزاق الغني الكريم ذو القوة المتين لما يرزقوا من عند ربنا سبحانه وتعالى يستحيل حييجي يوم يبقى مكتوب على باب واحد فيهم هذا اخذ معونة من الله ابدا ولحيي في يوم من الايام يسمع منادئا ينادي عليه ياللي انت خدت من عند ربنا لا عارفين ليه لان عطاء الله سبحانه وتعالى عطاءا غير ممنون ما فيش منا ابدا ابدا ممكن تروح تاخد من الناس ولما تاخد من الناس يكونوا كرماء وطيبين وكل حاجة انما تعمل عملة ولا يحصل منك موقف ولك خلاص بلاش ما تدوش ما تدوش الراجل ده ويعني لقدر الله ويا رب لا يكن احدا مثل هؤلاء في امة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يجي يفضحه وسط الناس يقول له دلوقتي مش فاكر زمان لما كنت بديه لك وبعمل لك وبسويك هو انت كنت لقى تلبس ولا تاكل ولا تشرب دلوقتي بتتكلم ألا نسمع مثل هذا نعم قد يسمع مثل هذا فعطايا البشر قد يكون في يوم من الأيام معها معرة ومعها مذلة طيب لله المثل الأعلى عطاء ربنا في حاجة زي كده أبدا رحيم ودود وكمان عطاؤه غير ممنون مش ممكن حيمن عليك أبدا لأنه هو الذي يعطيك ويعطيك من خزائنه وخزائنه لا تنفذ أبدا وهو بك رؤوف رحيم يبقى اطمنت أكتر وأكتر وأكتر آه اطمنت أكتر وأكتر وأكتر ده لسه فيه كمان ايه اللي كمان يعني كتير قوي تلاقي حد يخبط على الباب اتفضل فيجد عطاءه أمام بيته ده شيء جميل أوي يا سلام يا رب كل أهل العطاء يكون هكذا فلا يكن ذو حاجة إلا وجد من يطلق بابه ليقضيها له دون أن يذهب ويسأل الناس أعطوهم أو ما دعوه ده شيء كويس أوي تمام تمام كل ما انت عايز حاجة ترفع التليفون ولا مجرد ما تروح ولا تبعث مرسال تلاقيها عندك موجودة يبقى حتقول ايه على الرجل اللي بيديلك حتقول ايه على الجامعية ولا المؤسسة اللي حتديلك ديت كل ما تسأل حتلاقي مجرد ما تتصل ولك بس اي حاجة تحصل لك تصل بينا بس يجي لك حامل العطاء الى عندك ساعتها بقى انت حتقول ايه على الناس دي حتقول ايه على الجامعية ولا المؤسسة ايام ايام ما يكن لا ده يقال عنهم الكثير والكثير ده لمجرد ايه لمجرد ان انت لما بتطلب بتلاقي لله المثل الاعلى عند ربنا سبحانه وتعالى طلبت اعطاك ولو لم تطلب برضو يعطيك ده مش كده وبس يعني دول درجتين ده فيه درجة ثالثة يعني انطلبت اعطاك وان لم تطلب برضو بيعطيك عارفك درجة الثالثة ايه يناديك حتى يعطيك يبقى فين فين المعاني دية لما الناس تفهمها ان رب العزة سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة اذا كانت اخر الثلث الاخير من الليل اذا كانت ساعات الثلث الاخير من الليل يتنزل الى السماء الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وينادي في العباد بينادي ايه هل من سائل فاعطيه وحاجات تانية كتير يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديك ازاي انت بقى شوف انطلبت اعطاك وان لم تطلب اعطاك وان لم تطلب يناديك ليعطيك هل من معطن يكون هكذا ابدا انه الله وحده لا شريك له اعزائي المشاهدين تعالوا نخرج فاصل ثم نواصل حديثة اعزائي المشاهدين عدنا مع حضراتكم حتى نكون في صحبة الرزاق القوي المتين الكريم الحليم الودود الرؤوف الرحيم ربنا جل على رب العزة سبحانه وتعالى ستازن حضراتكم جلنا سؤال من خلال الرسائل النصية السائلة بتقول هل ممكن اطلع احج من رزق من المعاش بالقصد حتى لو لم يتزوج اولادي هم اتنين وعشرين وسبعة وعشرين سنة وابوهم متوف يعني السائلة عندها معاش فعندها عرض ممكن تحج بالتأسيط يعني تدفع جزء وجزء او على فترات ايا ما يكن الوضع وعندها اولادها لسه ما تزوجوش واعمارهم زي ما هي زي ما هي قالت اختنا السائلة هذا السؤال لو لم تكوني قديتي فريضة الحج وكان في وسعك من المعاش ان انت تروح تحجي يبقى هذا هو المطلوب اولا يبقى اذا كان المعاش بيكفيك وبيفيد وممكن انت حتدفعي التأسيط او تحوشي اي ما يكن من ساعة طبعا يبقى تروح تحجي اولا لان الفريضة مقدمة على كل شيء الولاد ان شاء الله ربنا حيوسع عليهم وانت باذن الله ربنا يبارك في عمرك ويبارك في رزقك وتسعديهم باذن الله تعالى انما الفريضة اولا روح يقد الفريضة وربنا سبحانه وتعالى احنا بنتكلم على ربنا الرزاق يبقى اطمني عليهم ما تخفيش ما تقلقيش يمكن دعوة تدعي لهم تدعيها لهم هناك ربنا سبحانه وتعالى يغنيهم من فضله بما تقر به عيونهم فالفريضة الرزاق حيرزق ويرزق أبنائك ويرزقك أنت أيضا فاتطمني وبعدين خد بالك احنا تكلمنا عن الرزق ولسه لنا في حديث تاني الحج وأداء الفرائض ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى فلما ربنا يسر الحد ما يقفلش الباب وما يأجلوش ويحط في باله كده لو طرق بابه أحد وأعطاه هبة من مال حلال مباح ما فيوش أي حاجة هل في عاقل حيروح قفل الباب ويقول اللي جاي ده ما يمشي يمشي دلوقتي هتقوم لبكرة بكرة إيه ده ده مش حيستنى لما يدخله وحياخد ده لو كان مبلغ زهيد حياخده مدام اطمئن لأنه هو لأنه هو حلال الحج رزق فإذا جاء لأحدكم فلا يؤجله ولا يرده علشان ما تبقاش انتعارف ربنا سبحانه وتعالى حيديك امتى ودى لك ايه فأداء الفرائض رزق يبقى اتوكل على الله وروح لربنا الكريم وأدي هذه الفريضة وإن شاء الله تعالى زي ما قلت لحضرتك ربنا حيكرم وحيغني الجميع بإذن الله تعالى من فضله وعطائه نرجع بقى عزيزي المشاهدين لمواصلة حديثنا عن الرزاق القوي المتين ربنا رب العزة سبحانه وتعالى وانتهينا إلى إن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيرزقك بكل هذه المعاني كمان ده بينده عليك علشان يدي لك لما نجي نتخيل كده ربنا بينادي علينا ليعطينا وللأسف الشديد كم من منادى عليهم يصموا أذانهم ويرفضوا أرزاقهم ويغلقوا عليهم أبوابهم فهل من حسرة أكثر عند أحد من هؤلاء حينما يعلموا كم ذا من الخير فاتهم لأنهم صموا أذانهم والله يسألهم ويناديهم هل من سائل فأعطيه وناس كتير أولا ما بتسألش وما بتدعيش ربنا سبحانه وتعالى يا حسرة على هؤلاء طيب إذا كان الرزاق بهذه الصفات وإذا كان الرزاق سبحانه وتعالى بهذه الصفات وبهذا وبهذه الساعة وبهذا العطاء وبهذه العظمة وبهذا الحلم وبهذه الرأفة فإحنا بقى عايزين نتساءل يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما إحنا عما يدي وبيدي 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 ماذا يطلب مننا مقابل هذا العطاء حيطلب مننا إيه سبحانه وتعالى إيه وعاة تتسرع وتقول إن ربنا بيطلب مننا إن إحنا نعبده حتلاقي الإجابة مش مزبوطة وإيه وعاة تتسرع تقول ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مننا كذا وكذا طب يبقى ما تتسرعش وتقول ربنا بيدينا وحيطلب مننا إن إحنا نعبده وما تتسرعش إن إنت تقول أكيد في حاجة ربنا سبحانه وتعالى حيديه لنا طب ما نيجي بقى أعزائي المشاهدين نفكر ونشوف كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا عايز مننا إيه وحيطلب مننا إيه في مقابل هذا العطاء الذي يعطينا إياه السؤال ده سؤال منطقي لأن إحنا بنعلم أولادنا وبنقول للناس سأل من أين ليه هذا قبل أن تأخذ لما تلاقي واحد في الشارع بيدي لك ميت جنيه وعا تمدي إيدك وتأخذها إلا لما تسأل ليه وعلشان إيه وإنت عايز إيه ممكن نقول لك هذه هبة وهبتها لك لا أطلب من ورائها شيء وليس لي عندك شيء خلاص ممكن تأخذها مين الحاكمين لقى حد زي كده عشان نروح له أنا كمان إنما مش ممكن حد يدي لي حاجة وروح واخذها وخلاص ليه لأن وراء كل عطاء سؤال بس الكلام ده عند البشر تعالوا نشوف ونفكر ربنا سبحانه وتعالى لما بيدينا بيدينا ليه وعايز وعايز مننا إيه طيب عند البشر إحنا شفنا أوعة تمدي إيدك تأخذ حاجة إلا لما تعرف التمن اللي أنت حتدفعه إيه ممكن تبقى هبة مطلقة فيش مشكلة خالصة ولكن قلة وندرة أن يفعل الناس مثل هذا يبقى بالنسبة للبشر إياك أن تأخذ قبل أن تسأل لماذا هذا وماذا تريد من ورائي من ورائي هذا وناس كتير جدا للأسف الشديد بيسقطوا هذه السقطات يأخذون ولا يسألون فحينما يسألون لا يجيبون والمؤمن لا يكون هكذا أعزائي المشاهدين مع هذه التساؤلات سوف نواصل حديثنا ونواصل حياتنا في رحاب الرزاق غدا بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا عن الرزاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة